أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي دخري ودخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي أبا عبد الله للحسين زيارة مني وليابة عن والدي ووالد والدي واخوتي واخواتي وجيراني وأهل بيته وأقربائي حيهم وميتهم وعلى الخصوص مولاي صاحب العصر والزمان قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتراء الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله السلام عليك يا أبدا أبدا ما بخيت وبخي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزي لقد عظمت الرزي وجملت وعظمت الرزي بك علينا وعلى جميع يهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع يهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساز الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممائدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياءهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أهل زياد وآل مروان ولعن الله بني مميت قاطبة ولعن الله بن مرجان ولعن الله قمر بن سعد ولعن الله شمراء ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقلت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزخني طلب ثارك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياءكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياءهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن وعلاكم وعدو لمن أعداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدقين في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدان ظاهر الناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبتين ما أعظمها وأعظمها رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إنا ذا يومون تبركت بي بني همية وابن آخدة الأكبر اللعين بن اللعين على لسانك على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اللهم العنى أبا سفيانا ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرقت بي آل زياد وآل مروان بقدم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالات لنبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام اللهم العنى أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العنى العصابة التي جادت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنى جميعا السلام عليك يا أبا رب الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلوا الله وآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدا به أولا ثم العنى الثانية والثالث والرابع اللهم العنى جيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجود سجود اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على غظيم رزيتي اللهم ارزقني شبارة الحسين يوم الولود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الحسين الذين بدلوا وجههم دون الحسين عليه السلام ولا جعلهم الله آخر العام من زيارتكم يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما